مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم هو اليونت الرابع الدرس الثالث والرابع وهو الدرس الأخير إن شاء الله بيونت الرابع عنوان الدرس القرد في المقهى قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب فيجب فيسبوك على استطاع حسين ودرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس يونت فور لسن ثري أول شي ناخذ لسن ثري اللي هو الدرس الثالث وراء هنطرق لسن فور اللي هو الدرس الرابع والأخير يقول لي the monkey in the cafe القرد في المقهى أنا منطيني كذلك ملاحظة يقول لك عندما تقرأ سوف تجد بعض الكلمات اللي ما تعرف معناها ما تفهمها يقول لك ترى هاي مو مشكلة you can often work out what they mean يمكنك أن تقوم بحل ما تعني look for clothes on the same sentence or other sentences باستخدام شلون؟ أنا شلون أقدر أعرف معنى هذه الجملة بدون أن أمر عليها سابقا بفهم الفكرة ما الجملة الموجودة بها هاي الكلمة وباقي الجمل يعني مجرد يقول لك تقدر تفهم المعنى العام للجملة مو إلا تعرف كل كلمة حرفيا work out the meaning of the orange words يقول لك على سم المثال أنا رحطيك كلمات أنت ما تعرف معناها حاول تعرف معناها بنفسك يعني على سم المثال the amusement park is very furag المتنزه الترفيهي هو جدا popular شنو كلمة popular؟ أنت لازم تعرف أن popular معناها مشهور ومن الممكن أنا أقدر أبدلها بكلمة ثانية كلمة famous famous كذلك معناها مشهور a lot of people go there every day شوف هنا أنا يقول لك لنفترض أنه أنت ما عرفت معنا كلمة popular ما عرفت معنا كلمة مشهور فلتروح لشوف تكملة الجملة رح تصير عندك ذكرة عنها الكثير من الناس يذهبون إلى هناك كل يوم المكان اللي يروحوا للناس كل يوميا الكثير من الناس يذهبون إلىها كل يوميا هذا الشي يعتبر؟ يعتبر مكان مشهور فأنت افتهمت معنى الجملة بدون ما تعرف معنا كلمة popular من خلال سياق الجملة When I went to England last winter عندما ذهبت إلى إنجلترا الشتاء الماضي It was freezing كان الجو يتجمد I had to buy more clothes to keep warm كان علينا أشتري المزيد من الملابس لكي أبقى دافعا لنفترض كذلك أن أنا ما عرفت معنى كلمة freezing معناها يتجمد لنفترض أن ما عرفت معناها لما انتقرأ باقي الجملة I had to buy more clothes لازم اشتري ملابس إضافية لكي أبقى دافعا عرفت أن كلمة freezing صارت واضحة عندك أن معناها جدا بارد الجو يتجمد Stubbs is very famous English artist هذا الشخص الذي هو Stubbs هو فنان إنجليزي مشهور جدا كلمة artist معناها فنان He painted many pictures of horses يرسم الكثير من الصور عن الهورسز عن الأحصنة هنا من خلال كلمة أو من خلال هذه الجملة أنه يرسم الكثير من الصور عن الأحصنة الشخص الذي يرسمه هواي نسمي artist شن يعني إذن artist؟ إذن معناها فنان وهكذا لكي لي لحسن الحظ I saw the car coming before I started the cross the road عيت السيارة قادمة قبل أن أعبر الطريق لكي لي معناها لحسن الحظ بالبداية هذا أو ذن الجمل من الممكن أن تجيني على شكل أسقاطات شن الكلمات اللي يحذفن؟ الكلمات اللي بلدون البرتقالي فحاولوا تحفظون معناهم popular معناها مشهور freezing معناها يتجمد luckily معناها لحسن الحظ artist معناها فنان يجيب لك ذن الجمل يحذف لك ذن الكلمات يطيقياها بأعلى التمرين وقل لك سقط الكلمة بالفراغ المناسب حاولوا تحفظون معنا ذن الجمل بعدها بالفقرة اللي بعدها نقول لي read the story and work out the meaning of the orange words نفس الطريقة منطيني كلمات المفروضة أني ما أعرف معناها لازم أعرف معناها من خلال سياق الكلام اللي هو قصة القرد في المقهى One day في يوم ما مونا was having lunch كانت مونا تحظى بوجبة الغداء in the cafe with her mother في المقهى مع أمها and father وأبوها suddenly فجأة a monkey came through the door جاء قرد من خلال الباب مونا was frightened مونا كانت مرعوبة look mommy she screamed a gorilla انظري يا أمي صرخت بأعلى صوتها إنها غوريلا no no مونا it's not a gorilla it's just little monkey قالت لها كلا كلا يا مونا إنه ليس غور إلا وإنما فقط قرد صغير said mrs. safe قالت السيدة safe اللي هي زوجة أو الأماية she wanted to calm luna down هي أرادت أن calm down أن تهدئ من روع منا the monkey stayed near the door بقي القرد بالقرب من الباب it was very thin وكان نحيف جدا it's starving said mr. safe قال السيدة safe اللي هو الأب إنه يتدور جوعا starving معناها يتدور جوعا it wants some food إنه يريد بعض الطعام suddenly the monkey jumped up onto their table and grabbed burger from safe's plate فجأة قفز القرد على الطاولة وسحب البرجر من الصحن الخاص بالسيد safe أو الأب hey stop that he shouted صرخ بأعلى صوته أوقف ذلك the monkey leaped over the another table and grabbed some salat القرد قفز إلى الطاولة الأخرى وسحب بعض الصلطة all the waiters chased the monkey جميع النادلين chased chased معناها طاردوا هذا القرد but they could not catch it لكنهم لم يستطيعوا من الإمساك فيه it knocked over the table and all drinks spilled into the floor كان يقفز على الطاولات وسكب جميع العصائر على الأرض through food everywhere ورمى الطعام في كل مكان and then escaped ومن ثم هرب through the door من خلال الباب all the people in the cafe helped tidy up the mess جميع الناس في المقهى ساعدوا على تنظيم هذه الفوضى where did it come from ask Mr. safe السائر السيد safe من أين جاء هذا القرد؟ بعد ما قرأنا القطعة وضحنا مفردات ستعرفنا على الكلمات التي طلبها من عندنا يتعرف عليهم الآن من الممكن لذن الكلمات تجيني بسؤال الإسقاطات بنفس الطريق مثلا يجيب لي بالامتحان يقول لي كلمة leap يشيلها يخليليها بأعلى التمرين ويقول لي سقط الكلمة بالفراغ المناسب إذن ذلك كلمات تحاولوا تحفظون معانيها لأنه ممكن تجيك بالامتحان بسؤال الإسقاطات انتقل إلى التمرين رقم واحد كتاب النشاط complete the sentences اكمل الجملة الثانية use the words from the box باستخدام كلمات من الصندوق هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري تحديدا بسؤال الإسقاطات مثل ما هو يجيني أول شي نتعرف على معاني الكلمات calm down معناها إهدأ chase معناها طاردة escape معناها هربة grabbed معناها سحبة leaped معناها قفزة mess معناها فوضى secret معناها صرخة spilled معناها سكبة starving معناها يتضور جوعا يعني كل الجوعان my mother فراغ when she saw a mouse in the garden أمي فراغ عندما رأت فأرى في الحديقة شن كلم المناسب للفراغ أكيد صرخت فأقول screamed صرخت عندما رأت هذا الفأر my father said أبي قال فراغ it's just a mouse إنه فقط فأرى شكال قال اهدي إنه فقط فأرى calm down معناها اهدأ أو اهدأي it won't hurt you سوف لن يؤذيكي I haven't eaten anything all day and now I am فراغ لم أأكل أي شيء طوال اليوم وأنا الآن فراغ شن كلم المناسب فراغ أكيد starving أتضور جوعا أنا كل الجوعان لأن ما أكلت أي شيء when I was eating the sandwich عندما كنت أكل السندويش in the park في المتنزه a big bird flew down جاء طائر كبير وفراغ it's out of my hand وفراغ من يدي شن كلم المناسب للفراغ كلمة grab وسحبها من يدي سحب اللفة من يدي my brother didn't stop to open the gate أخي لم يتوقف لكي يفتح الباب أو البوابة he forgot over it لقد فراغ عليها شن كلم المناسب للفراغ leaped قفز عليها he leaped over it our dog فراغ a cat كلبنا فراغ قطة in the garden في الحديقة yesterday البارحة شن كلم المناسب للفراغ كلمة chased طارد الكلب طارد قطة البارحة لكنها هربت escaped معناها هربت oh dear عزيزي I forgot my lemonade and made لقد فراغ عصير الليمون الخاص بي شن كلم المناسب للفراغ كلمة spilled لقد سكبت العصير الليمون الخاص بي and made a mess وعملت فوضى صارت فوضى من ورا سكبي للعصير هذا ما يخص تمرين رقم واحد هذا التمرين مثل ما وضحنا تمرين مهم جدا حاولوا تكتبون هاي الحلولة بالدفتر وتحفظوها لأنه ممكن تجيك بالامتحان التحريري بسؤال الاسقاطات أما هذا التمرين فهو تمرين مهم جدا 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 بامتحان التحريري خصوصا بنصف السنة طلاب شي يقول لي يقول لي أنا منطيك كلمة مثلا exhausted exhausted معناها منهك شون الكلمة من ذنب الكلمات الثلاثة اللي تنطي نفس المعنى يعني very rich جدا غني أكيد غير مناسبة very hungry جدا جائع غير مناسبة very tired متعب جدا نعم هذا أكثر خيار مناسب فأخلي علي صح هذا التمرين مثل ما هو يجيني بالسؤال الثالث على شكل اختيارات حاول تحفظون كل كلمة رح أنجر جواها خط وهي الكلمة المناسبة لها اللي تنطي بنفس المعنى no no said mona قالت mona كلا كلا I hate chocolate ice cream أكره الايس كريم بالكاكا I don't want any أنا لا أريد أي منها شن العبارة اللي تطي نفس معنى I like it very much معناها هي تحبه أكيد لا eat أكلت كذلك لا don't like it at all أبداً ما تحبه نعم هذا أكثر خيار مناسب النقطة الثالثة أحمد opened his school atlas and looked at the map أحمد فتح الأطلس مال مدرسة ونظر إلى الخريطة الأطلس شن معناه؟ معناها copy book دفتر لو book of maps لو دفتر خرائط أو كتاب خرائط لو book about America لو كتاب عن أمريكا أكثر خيار مناسب هو كتاب مال خرائط الأطلس هو الكتاب اللي بيه مجموعة من الخرائط اللي بعدها Gwen washed the kitchen floor thoroughly هناك كلمة thoroughly معناها بشكل جيد Gwen غسلت الأرضية مع المطبخ بشكل جيد كلمة thoroughly شنو معناها؟ معناها very well بشكل جيد جداً نعم هذا أكثر خيار مناسب very quickly بسرعة أكيد غير مناسبة very noisily بشكل ضوضائي كذلك غير مناسبة إذن خيار المناسب very well when Lynn came home late عندما جاء Lynn إلى البيت متأخر his father was furious كان والده غاضباً جداً شنو كلمة مناسبة لكلمة furious very happy جداً سعي أكيد غير مناسبة surprised مندهش كذلك غير مناسبة very angry جداً غاضب نعم هذا أكثر خيار مناسب اللي بعدها dad I can go swimming this afternoon أبي يمكنني الذهاب للسباحة هذا المساء ask Lynn هل يمكنني الذهاب للسباحة هذا المساء سأل Lynn of course he replied of course معناها بالطبع جاوبة قلية بالطبع يمكنك الذهاب he replied جاوبة replied معناها أجابة replied هي نفسيتها answered إذن أقولها he answered أو he replied ما قول روت كتبها كتب له ولا شاوتت صرخ عليه وإنما جاوبة قال له بالطبع يمكنك الذهاب للسباحة هذا ما يخص من الرقم الثاني مثل ما أضحنا هذا التمرين مهم جداً حاولوا تحفظون دنيا كلمات لأنها من الممكن تجيك بالمسحان التحريري مثل ما هنه على الشكل اختيارات من تقللات lesson 4 للدرس الرابع أنا منطيني قصة يقول لك ياسر to use these pictures to write a story يقول لك أنا منطيك صور لازم تسويلي من خلال القصة I read the story اقرأ هذه القصة ياسر سوى هذه القصة من خلال رؤيته لهذه الجمال يقول لك اقرأ هذا مجرد نشاط للقراءة غير مهم بالامتحان التحرير وامتحان الشفوي وراءها يقول لياسر teachers ask these questions مدرس ياسر سأل هذه الأسئلة who and why من ولماذا we were in the desert كنا في الصحراء سأله أسئلة عن القصة وياسر جاوبه عن هذه الأجوبة أو عن هذه الأسئلة هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري started writing his story again رجع مرة ثانية ياسر يكتب قصته read the story and underline the information that makes it better اقرأ القصة وحاول ان تحسن من عدها يعني القصة اقراها وشوف ان القصة بعض الشيء ركيكة حاول ان تحسنها منطيق مكان ايد كتابة القصة بشكل جيد كذلك هذا نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ذلك ما رح نوضحها بشكل مفصل مجرد رح نقرأ القصة ونضح مفرداتها one day في يوم ما last summer في الصيف الماضي I was in the forest كنت في الغابة with my friend يوسف مع صديقي يوسف we were looking for animals كنا نبحث عن الحيوانات the sun was very strong and it was very hot الشمس كانت قوية جدا وكانت جوحار جدا it was over 35 degrees كانت اعلى من درجة 35 we were both tired وكنا كلانا متعبين so we were walking slowly لذلك كنا نمشي بشكل بطيء we were also very thirsty وكنا عطشانين هاي الكلمة مهمة حاولوا تحضوضوها and we had to find something to drink وكان علينا أن نجد شيء لنشربه at last وفي الأخير found some water وجدنا بعض الماء but it was brown and horrible لكن لونه كان جوزي ومفضيع we could not drink it منقدر نشرب من عنده suddenly فجأة we saw a snake near the water رأينا ثعبان بالقرب من الماء it was black and brown about half meter long كانت طولها حوالي متر ونصف وكان لونها جوزي واسوال نفس القصة حاولت اعيد كتابتها بشكل جميل يعني مثلا هاندي يقول لك بدأ لتشيل كلمة tired الشي اللي تشيلها تخلي بمكانها كلمة exhausted باتبارك اتعرفت منه tired معناها تعبان exhausted معناها منحك نفس الجملة او نفس الكلمة اقدر استبدلها بكلمة ثانية يقول لك اذا استبدلت هاي الكلمة بكلمة ثانية راح يكون المقال شكلاء افضل اذا هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم انهينا وياكم اليونت الرابع لاحظنا ان اليونت بسيط جدا ببعض التمارين المهمة اللي ممكن تيجينا بامتحان نصف السنة حاولوا تسجلون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لان من ممكن احتمال كل جبير ان تجيك بامتحان نصف السنة ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او وضافة تحبون تقدموها تقدرون التفاصل معي على حسابات الموجودة في الفيديو في الوصف